اجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه هذا اليوم اتصالا هاتفيا مع أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة السعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله حيث أعرب جلالته خلال الاستصال عن أصدق تهانه لخادم الحرمين الشريفين بعيد الأضحى المبارك ضارعا إلى المولى تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على البلدين والشعبين الشقيقين بالخير والتقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والرفعة كما هنأ جلالته خادم الحرمين الشريفين بمناسبة مغادرته المستشفى بعد أن من الله جل جلاله عليه بالصحة والعافية متمنيا له منفور الصحة والسعادة وتمام العافية والعمر المديد وأعرب خادم الحرمين الشريفين حفظه الله عن بالغ شكره وتقديره لأخيه جلالة الملك المفدى لما عبر عنه من مشاعر أخوية صادقة وتمنيات ودعوات طيبة في هذه الأيام المباركة حيث جسدت مدى عمق أواصر العلاقات التاريخية الراسخة والروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع المملكتين وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين سائلا الباري جلت قدرته أن يحفظ جلالته ويرعاه ويمتعه بمفور الصحة والسعادة وينعم على مملكة البحرين وشعبها الكريم بالمزيد من التقدم والرخاء تحت قيادة جلالته الحكيمة ترجمة نانسي قنقر